طبعاً كل ولد عندك يولد لك أو بنت يأما يكون جندي يأما يكون قادة الجندي اللي هو تابع يتبع والقائد هو صفاته عنده خصائل الله عز وجل عنده خصائص قائده طيب إيش اللي يقعد يحصل من الأب والأم تجاه الجندي والقائد إذا هو ضغط عليه ضغط على الإبن يعني أنه شخصيته هو جندي وضغط عليه ضغط عليه هو بيكون يخضع ويذل هذا الإبن المسكين ونفسيته بتتعب كثير القائد اللي أساساً قائد من أبنائكم هو صغير بسن مبكر قائد وانت قمعته وسيطرت عليه ورفضتها القيادة أنه تطلع ترى بس يكبر يصل سن مثل ما نقول حين 14 13 حولها أكثر يتمرد أبداً صحب وبدر يتمرد يعني يطلع من البيت ما يناظر لك ولا ينتبه لك تتصوير رحت وين جيت يبدأ يلاغيك يسهر يبدأ يلاغيك يرفع صوته طبعاً رفع الصوت تعتبر خاصية من خصائص المراهقة يعني بمعنى أنا نقول رسالة لكل أب و أم قاعدين يتابعونا اليوم ترى ولدك يوم مصر 13-14 وهو يرفع صوته عليكم لا تتوقعون أنه ما يحترمكم لا هذه خاصية موجودة في المراهق والمراهقة في هذا العمر طبيعته يرفع صوته هو فهو ما يشوف نفسه ويرفع صوته فلا تقولون احترمنا عب عليك ترفع صوتك لا هو يحترمكم لكن من خصائصه أنه يرفع صوته لذلك هو لما الأب يرفع الصوت ولا الأم يرفع الصوت تلقى المراهق يقول لنش ترفع صوتكم طيب ما كنت ترفع صوتك هو ما يشوف نفسه المراهق من خصائصه يجب أن الأبا و الأمهات نقطة مهمة دي يولي دكتور لازم الأبا و الأمهات اليوم يعرفون أنه رفع الصوت بالنسبة للمراهق هذه خصية من خصائصه خصية من خصائصه السرية خصية من خصائصه مثلا الله يعزكم أنهم يطولون الجلوس في دورات المياه أحيانا الأبا و الأمهات أطلع منهم عشان جالس من خصائصهم هم يطولون شوي من خصائصهم يسكرون الغراف يجب خصية زيادة عنده في هذا السن تحديدا فالمفترض أن نتعرف على بعض الخصائص المراهقين عشان نشوف هل هي فعلا هذه خصية لهم مرحلة عمرية الخصية المقصود فيها أنه لازم يمر فيها الإنسان الطبيعي لازم يمر فيها فرفع الصوت هذه تحديدا أنا أقول إذا رفع صوتك الولد يرفع صوته ولا تقول أحترم أمك لا ترفع صوتك أحترم أبوك لا ترفع صوتك لا هو يحترمكم بس من خصائصه أنه يرفع صوته من خصائص هذه ودي النقشة صراحة نشوف له حلو سمه سلمان يا أخي وحل الدكتور